موسيقى حياكم والله حبيث المشاهدين حلقة جديدة من برنامج شتحب ضيفنا اليوم رياضي ونجم عراقي وعربي وحتى عالمي كل بيت عراقي حبه يا ما فرحنا يا ما احتفننا بأهدافه اكيد رح تتعرفون عليه بعد ما رحب به ويجلس على كرس المملكة بعدها رحنا تعرف عليه تفضل كابتن الاسم الثلاثي واللقب طبعا بس اقول اول اسم تعرفوا نجمنا وحبيبنا وفخرنا اللي كلنا نحبه الكابتن عماد محمد رضا غريب الياسري سيد عماد تحية اليك وشرفتنا اليوم وكل استوديونا فرحان بيك الله يسلم في دول عمرك حسا عرفته بعد منه التولد يوم شهر سنة 24 سبعة 1982 برج الأسد برج الأسد دائما قيادة برج الأسد طيب القلب لكن قيادي يعني أنا ما أعرف يعني هي هاي شخصية يمكن خصال الله سبحانه وتعالى دمها بالإنسان أحب يعني يمكن أقول لك أنه أحب كل الناس و أحب أساعد كل الناس أحب أفرح لكل الناس مواقفك واضح من خلال التواصل جاي يشوف مواقف كل الناس الحمد لله أنه من خلال هذه النفسية اللي هس واحد من حمد نفسه دمه لا أنت ثاني شيء ما جاي من أنت سيد ابن فاطمة الزهراء يعني هذا الشيء يعني وزقينها مع علم زقا الكرام هم لابد لا يحتكي بجينات الكرام أنا أشرف أنه أنا أنتمي إلى عائلة رسول الله كلنا نفخر بهذا الشيء أكيد مولاي الله يحفظك سيدنا مسقط رأسك كربلاء المقدسة نعم أنا من المدينة كربلاء المقدسة عشت تقريبا عشرين سنة أو أقل من عشرين سنة في كربلاء واللعب لمدينة كربلاء بالفئات العمرية وبعدها انتقلت إلى فريق الزوراء عدنان حمد أول شيء نوار حسين بالشباب بعدين عدنان حمد الفريق تحييه لكابتن عدنان حمد مدربي المهمين اللي يمروا على تاريخ أكثر يا رابي تحييه لكابتن ورمضان كريم علي وعلى عادة رمضان كريم علي حتى كان أول مرجعنا أول لاعب عماد محمد صحيح من الأمور اللي كان ينطينيها الكابتن عدنان حمد كان يتعامل معنا بجانب نفسي جدا عام لأنه دربنا من الناشئين فمن كبرنا عرف إحنا شنحب وشنكره وشوكت نكون مميزين وشوكت لا فأنا شوف أن التدرج مع المدرب هو عامل مهم جدا صح من أين ومتى بدأت؟ من مدرسة كربلاء مدرسة أكتشف أنه معلم معلم في الخامسة أبتدائي أستاذ قيس الله يذكره بالخير تارك الطباء عندك الهسة الله يذكره بالخير تسجل أهداف طبعا بيوم واحد في دور المدارس في مال ابتدائية سجلت ثلاثة عشر قول لأن لعبنا ثلاث لعبات كانت مباراة ومباراة بنفس الوقت بنفس اليوم فيها أعتقد أن على كل مباراة سجلت خمسة أربعة أو ثلاثة عشر وأنت سريع وهو مننان صغير ولكن لم يكن جسمي في هذه الطريقة البناء الجسماني يعني النخيل كان رعيف من أهم صفات حالياً حتى يعتمدون عليها الدوريات العالمية والأوروبية اللاعب سرعته اسم محمد صلاح سرعة مهمة جداً خاصة المهاجم إذا يمتاز بالمهارة والسرعة هيا شوف مواصفات اللاعب الموهوب يكون متكامل وهذه الخصالة تتطور لازم به يعني كل شيء يكون عندك هو بالفترة صح من رب العالمين منطقية هذه الخصالة حاطة السرعة حاطة المهارة حاطة الذكاء أنه تكون أنت أذكى شخص بأقرانك صح يعني من المميزات جيكم كان أغلبك مهاجمين متأثرين بالظاهرة رونالدو كان عبد برشلونة ونقابلها بعدين بالإنتر نظرة رونالدو بالذات أنا تأثرت برونالدو كثير وقبلها مايكل أوين ورونالدو مايكل أوين ورونالدو مايكل أوين إنجليزي بس منطلع رونالدو تأثرت برونالدو أكثر لأن بسبب الإمكانيات التي يمتلكها رونالدو أنه لاعب متكامل صح يمتلك السرعة وطول المماراة ويمتلك التهديف يعني لاعب هداف بشكل مطابع صح صح وأكو بيناتكم يعني الكاميرا لا تأخذ دربل بالكرة أحس السرعة أكو شيء متقارن بالغرافة القطري كان مدربنا عندنا مدرب لياقة أول ما رحت بالإستعارة القطر كان نادل التحادس قطري ممكن تلعب بي تشوف معلوماتك أنت متابع جيد كان مدربنا برازيلي فأنا رحت شهر لعبت لهم كيس يمير وكيس يمير أخذت بي هداف البطولتين صح فقال لي قال لي أنت سيم سيم من رونالدو البرازيلي أنا ما سامح لكن قلت لي قلت لي مستحيل وصل الدهر قال لا والله قال أنت لو عدنا بالبرازيل تكون مثل رونالدو صح يعني هو هاي حجاها من شافني قريب جدا عني لكن أنا شخصيا أنا أقول لا أنا بعيد عن رونالدو كثير هذا تواضع من عندك اللاعبين العراقيين وخصصا أنت بسنة الألفين جبت بطولة آسيا للشباب وأهدافك الأثنين على اليابان وغيرها وتكيت هداف البطولة وفضل اللاعب واللاعب الوحيد اللي سجل على البرازيل بالتصفيات نهايات كالساعدة جدتك عروض عالمية بوقيتها كنا نسمع نحن كجمهور عماد محمد رح يروح الأي سي ميلان عماد محمد رح يروح البرشلونة عماد محمد جاء عرض من فلان بعدين بلقى فليه شفنا عماد محمد بنادي الاتحاد القطري اللي هو الغرافة حالياً شوف هي بعد تصفيات كيس العالم اللي برزت بها وكنت هدافت تصفياتان وعيداين صح تقدمت لي كثير عروض هداف التاريخي السابق لكيس العالم للأمانة يعني فنرفق تغلاطة صراي لأهل المصري كثير من العقود اجتني بس العقد اللي مو بس اجاني اجاني واجوا مبعوث من عنده يعني اجوا 13 نفر من اي سي ميلان من ضمنهم كشافين لحد الان يذكر جمهور الزوراء اللي كان يحضر التدريبات يذكر انه الشون كانوا يقعدون على التمرين ما انه مال الزوراء بقى ما يقارب إلى 14 يوم بعدين تم التعاقد معي عن طريق اللجنة الأولمبية وكنت اذكر فرق اي سي ميلان وكنت اذكر انه العقد قيمته كانت مليونين دولار مليون للجنة الأولمبية بذاك الوقت مليون للجنة الأولمبية ومليون اللي بس بعد ذهاب الوفد إلى ايطاليا رجوعها اجا رفض من اللجنة الأولمبية انه عدم الذهاب إلى ايطاليا ما اعرف شين السبب انت اضع عندك هدف على اي سي ميلان نحن معسكر سجلت على اي سي ميلان وسجلت على بولونيا وسجلت على كالياري نفس المعسكر سجلت أربعة هداف البطولة ليس لشباب من الكأس العالم لديك تلاثة هداف او أربعة اول هدف لا سجلت على كندا على كندا اول هدف ايه وسجلت على البرازيل او غولين عندي اه غولين بأثناء هم كان عندي غولين بأثناء غولين وصنعت كندا تصنع هواي بأثناء ايه عندنا تسع هدف صانع سبعة من هدف ايه وايضا نختاروك من أفضل خصوصا كريستيرونالدا كان ويل برتغال نختارواني من أفضل عشر لاعبين تسلسل ايه يمكن له الثالث والرابع ايه صح صح ايه بطولة قد وصلنا لأدوار النهائية وصلنا لنصف نهاية نصف نهاية ولعبت الثالث والرابع ايطاليا صح اهم شخصية اثرت بها احمد راضي ورنوضة البرازيلي ها قلنا رنوضة البرازيلي شو سبب احمد راضي انت زورائي اول شي ليه مو بس لي ان زورائي بس انا اثرت بنجومية احمد راضي احمد راضي الله يرحمه الف رحمه على روك يمتلك من المواصفات المهاجم المميز جدا يمتلك السرعة بالكرة يمتلك المهارة بالقدمين يمتلك الالعاب الهواء مميز بها جدا يمتلك الكرات الثابتة صح بس رنوضة البرتغالي يعني تشوف انه لاعب مواصفات عالية جدا يمكن لا يمتلك السرعة بدون كرة من اتباع وعلن بس من اللاعبين يقولون او الجمهور يقول تقيل ما يكتر بس هو من نشوفها بالكرة لا هو لاعب سريع صح صح على طارناط البرتغالي نشوفه كان هناك في أثنى يلعب بوية البرتغال وفستو عالية مستمر شون يصير هذا الاستمرار ولاعبين اعتزلوا يعني انا شوف انه ظروف الحياة تختلف ما بين بيئة و بيئة صح يمكن احنا بيئة ناس اللاعب من يوصل عمرة ثلاثة كلا هظل صحيحة لي اعتزل ايه اعلام ايه والموضوع الثاني انه اكو لاعب مثلا ارمالدو ترهمو اكو اعلام يعني صاحب سبورت الكتالونية ايه بسامة 2016 نزلوا صورته ضصر قصته كتبوا المنتهي رد عليهم اخذ فضل لاعب ايه ورونالدا كان عمره مواليدة 85 من اللاعب ضدنا ايه صح ايه صح ايه صح اضافتنا ذلك انت مثلا يطلع لك لاعب من الجيل يستمر يعني مثلا نحن نشوف وين اللاعبين اللي لعبوا يا رونالدا بأثناء غالبيتهم اعتزلوا بس رونالدا بقم استمر رونالدا ظروف ساعدتها انه يستمر واحد من الجيل احنا هم عدنا صالح سيديار نورقوموز وغيرهم كلهم مختفين لا وعدنا صالح سيديار حيدر عبدالامير العام يالله بطلعوا نور صبري متواجد حاليا صح يلعبون فمو شرط انه مرات كل ععب يستمروا كل ععب اتحب رونالدا شفتك نارش الله صورة البارحة رونالدا بعد تتزيله هاترك على توتنهام شوف كل انسان ناجح بالعمل ماته انا ما اسمي لعب اسمي عمل كل انسان ناجح بالعمل ماته يستحق انه الكل يشيد بهذا الشيء صح فنحن رونالدا جاي نشوفه من هذا العمر السبعة وثلاثين سجلت ثلاثة هداف دوري اقوى دوري بالعالم فهذا يعتبر فشي مميز صح وهذا ما يجى من فراغ وانه ما يجى من عمل متواصل بهذا الشخص تمرين تمرين اهم منجز بمسيرتك المنجزات كثيرة ولا تقتصر على واحد فعلا اغلى هدف عندك كابتن اشوف اغلى هدف اعتبره هدف استراليا في اولمبيات اثناء يعتبر انقلنا النصف النهاي للعراق من الاهداف الغالية عندي هدفي في مرمى اليابان الذهبي ذهبي ايضا من النصف يمكن ايضا ايضا من الاهداف الغالية عندي اهداف كثيرة بالدور القطري والدور الإيراني اللي هو عسد ايضا 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 اللي عسد مننا هو ياسابوهان هدف جميل لكن مو غالي بسبب انه اخرجنا من البطولة اهه الهدف اللي يتوج ببطولة اعتبره غالي اهه اهه وهدفك على البرازيل هدف هذا لا طابع خاص اي صح ولا طعم خاص لان هذا هدف على فريق عالمي مثل البرازيل برازيل هي رأة كرة القدم ويعتبر انه اللاعب العراق الوحيد اللي يسجل على هذا الفريق شون احمد راضي بس وعدنا هدف كأس العالم على بل جيكا صح صح يوم بحاتك لانتنساه يوم زواجي وقدوم محمد ابني ان شاء الله الله يفضلك محمد الله يسلمك طبعا ذني يومين مميزات انا طيتك ايام الفرح اي اي احسن افضل افضل لان انا بالفترة الاخيرة للامانة فقدت اعز انسان بحياتي ليها الوالدات الاف رحمة علا روح وطبيعي جدا حساتي انه الانسان انا فقدت والدتي انه يمكن الحياة مالها معنا صح الوالده لا تع Living طاعتك أيام مفرحة أن يوم زواجي و يوم قدوم محمد ابني يمكن أن أسعد يومين بحياتي إن شاء الله يا رب دوم أيامك فرح و سعادة و والدتك تجيها الرحمة أمن و رحم الله و والديك من الساعة للفقراء و غير هذا الأثر الطيب أكيد أنا طبعاً كل اللي جاية عملة خاصة من البعد و فاته اليوم كله ثواب لها يعني تتوفق كابتن دوماً الله يسلم والله العظيم هاي الفقراء انتهت و وقعنا هنا وراها عدنا فقرات الشي تحب كمواد محمد الرضا التوقيع أحلى من التوقيع رئيس الوزراء حبيبي 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 كابتن فاصلوا مكملين أكيد رجعنا لكم بعد هذا الفاصل و نجد ترحيب بن جيمنا و حبيبنا عماد محمد من جديد رحبي كابتن و مشرفنا اليوم و بنوورنا عدنا فقرات الشي تحب هي أظروف و نطيكيها تختار منها أسئلة تريد تختار أسئلة الصعبة و السهلة حسب اختياره كتم من الظروف كابتن يا ظروف تريد اختار واحد منهم نروح على الأزرق ها على الأزرق على التزوراء ما هي على مدل عين ها على العين هم تؤمن بالعين كابتن؟ والله هي يعني مدام شيء مذكور صح طبع تقولك حرمل و هاي الحسد اي والله كبير لا زين ما اختار الأسئلة الوسط السهلة هو طبعا وخيك السهلة بالأزرق اعتبار قالوا ما يختارها لا تخرج لحنا اللعبة منها باغتتكم اي باغتتنا مثل ما كدامت باغت الحراس المرمى السؤال الأول تعيش بين كربلاء و بغداد شو تحب أكثر بيوناتهم يعني أنا شوف انه المحافظتين قريبة طقوس قريبة طقوس اذا كان على المستوى الديني فاليمان موسى الكاظم عليه السلام وعجل لنا وهناك الحسين والعباس عليه السلام والأصحاب يعني هاي المحافظات الدينية بغداد ما يميز بغداد انه بها اكثر من مكان يعني اذا انت تحب تكون مع الاصدقاء او مع العائلة او مع صح حتى مع الشخصيات الفنية ممكن انت تطلع من اجواء الرياضة صح ممكن كربلاء مدينة طبعا كربلاء مدينة منفتحة جدا من بدت هاي الشارع السناتر وهاي العمار بها جميل وشد المطاعم حتى مرندات يعني انا دائما امثل كربلاء و بغداد كاهالي كربلاء قريبين جدا على بغداد حتى خريبة هي ساعة قريبين جدا على عاصمة اصدحان بكى رضا نبتلنا ساعة هاي كربلاء وهي هم ساعة صح صح يعني ثين اعتن جواب اتلين هن حادي من الكابتين السؤال الثاني لو خيروك بين تدريب منتخب اوربي عالمي وتدريب المنتخب العراقي حاليا الاول تبدو انت منتخب الشباب حاليا لكن منتخب الاول منتخب الاول قصدي ومنتخب اوربي عالمي طبعا اكيد هذا السؤال شوية بيحراج جدا عالي ممكن سيدة أنا أجاوب رح يقولون أنه جاوب بدبلوماسية لا لا أنا طبعا لكن للأمانة إذا المنتخب العراقي محتاجني الأولوية رح تكون للمنتخب العراقي أكيد أنا عرفت هذا جواب أكيد العراق هذا لأن هذا بلدي هذا كل إنسان هذا البلد انطاه صح ما أخذ من عندنا البلد كل شيء انطاهنا فأحنا شن اللي نقدر نقدمه فهي مو بمنية علينا لأن احنا أكلنا من خيرات هذا البلد وعشنا به وناس هذا البلد أصحاب فضل علينا لأن احنا شعبنا وناسنا هي اللي وصلتنا لهذا المكان اللي احنا به صح كابتن شفنا دخولك بدورات عالمية على حسابك وجايت واكب التطور العالمي يعني ما اعتمدت فقط على خبرتك بالملاعب والمدربين اللي يدربوك لكن جايت تشتغل على نفسك أكثر ودورات عالمية شون سبب هذا الشيء تطمح أنه الدرب المنتخب الأول مستقبلا وتقدم لنا جيل مثل ما جيل عمو بابا جيل عدنان حمل أنا عشت بالاحتراف 12 سنة دربت مع كثير من المدربين المدارس لكن من أصبحت مدرب ما كتفيت بس بالخبرة اللي أنا جبتها من بره لأن العالم متطور إذا ما توقبه وتحدث نفسك دائما لازم أنت كمدرب لازم دائما تسوي سيرج تسوي أبدية روحك تبحث فهي طبيعية جدا فأني دائما أحب أنه أروح أدخل معايشة أروح أشوف شنو جديد بكرة القدر حلو حلو هذا الشيء العالم متطور العالم داي بحث العالم داي يوم بعد يوم يقدم في شيء جديد صح إحنا لحد الآن يعني خلينا نقول متخلفين جدا ببناء بعملية البناء وبعملية التخطيط لكن باركة بكم وشفتنا حتى نتائج هذا التعب والهاي اللي هي بطولة غرباسية منتخب الشباب حصل عنها يعني هاي ثمرت بناء قليل جدا لو البلد الأندية بصورة عامة والبلد بصورة عامة كله يعمل بطريقة صحيحة لا رح تشوف العراق غير إن شاء الله يا رب خصوصا اللعب أمام جمهورنا كل الدول تفتقد إليه جمهور ما عتيش جمهور مثل جمهور العراقي والله قتلك أنا يشجع من كل قلبه ومتعطش أنه يعني أنتم أجوز يعني ما لعبته هواي إحنا بأخل العراق ما لعبنا بس التلعب بيفي واثنيين الفين واخن بس بهذه البطولة بطولة غرباسية للشباب الجمهور العراقي بعثت رسالة جدا قوية حتى للاعبين نفسهم وللمدربين بعثلنا رسالة أنه إحنا نعشق ونموت على حب كرة القدم وعلى حب هذا البلد صحيح فإحنا لازم نبذل كل ما أدنى كلنا فرح نبرف على الحظر أي والله لازم نبذل كل ما أدنى من أجل إسعاد هاي الناس كابتن عندك هدف في 2002 أتذكر عني بالنبال من القول اللي القول جبته على تايلند على تايلند ركنية كانت لهم ركنية ركنية لهم رجعت أخذتها طلعت بيها وقورت من أخذتها من منطقة جزانة من منطقة جزانة نبذل بيتها من علي النمو صحيح على اليسار على اليسار صح صح شين لك هالهدف يعني هذا أنا سجلت مثلا بدور القطر وسجلت مثلا بدور أبطال آسيا بس هذا الهدف أيضا إلى طعام حلو لأنه النتيجة يمكن ثمانية فيزنا لا لا أربعة أربعة على تايلند صح فيزنا بيها أربعة نزاية آخر نص ساعة صح سجلت هو هذا الهدف بيها يعني هي كل الأهداف أنه أنت تسجيلها بطريقة اللي أنت تمتاز بيها صح يا رقم تحب احنا شفناك ارتديت رقم عشرة رقم سبعة رقم سبعة رقم سبعة أعتبرت رقم حظب النسبة لي أعتبرت رقم وهو من الأرقام المباركة اللي مذكورة صح بكتاب الله شلون يعني هي هي الأرقام رقم سبعة رقم تسعة رقم واحد وعشرين أكو آيات مميزة هم لبسة رقم واحد وعشرين مرجعت الزوراء بعد لحظة لبسة واحد وعشرين صح لأن بدايتي بالزوراء أول سنة ارتديت واحد وعشرين بعدين أخذت العشرة أخذت العشرة صح صح أنا زوراء بالمناسبة جمع أنت رياضي ناجح ورجل أعمال ناجح شي تحب بعمل رياضي لو رجل أعمال ناجح طبعا أحب الأعمال الحرة أحب أن أعمل بالتجارة جميل ما أخفيها أبدا أما بنعمة ربك لا أخفي هذا الموضوع لكن أشوف نفسي بالرياضة بعد صفرة النهاية بعد فوز أو خسارة شو تحب من هاي اللحظات شو شعورك حين ما تكون خسارة وحين ما تكون فوز خصوصا إذا أنت مسجل هدف الفوز حاليا الحالة الخسارة أنه بعد ما يصفر الحكم أفكر أنه شون راح أطلع للشارع وأمشي وناس شوفني وتعاتلني هاي أسوأ خصوصا الناس المهاجم على العاتق العاتق الفوز يعني بصورة عامة على الخسارة ومن تنتهي المباراة بحالة الفوز أحب أنه أتواجد وأشوف الناس فرحانة بالفوز أيضا يعني عكسية هدفك على أستراليا بربع النهائي ما الأثناء طلعوا حتى احتفال بباب أهلك وهاي شون الشعور من وصلوا لك خبر أنه جايين ينبيت أهلك وفرحانين ومجابين موسيقى أتعودت أنا على هذا الشيء لأن بآسيا بالألفين من أخذنا شباب آسيا جمهور أهالي كربلاء استقبلوني المنطقة عون أذكرها سووا مثل الزفة كثير من السيارات مئات السيارات ووصلوني للباب وشالوني ما يقارب الكيلومتر من منطقتنا لبيتنا فهذا الشعور حاسبها ممكن أن تصغير طبيعي جدا أنا أتوقع أول ما أسجل يروحون على البيتنا أقوى واحد هو مولاستراليا لا هو بقولاستراليا أقوى واحد لقاني من رجعت قال لي كابتن ثق ثق قلت له قال لي حتى بالقاذفة رميت تذكر بايش الفترة كانت عندنا صحيح يعني استونى الأمريكان داخليين والوضع صح كنا مفتاجين فرحة يعني الناس هو معرف العالم تفرح ترمي صح تحزن ترمي هي مشكلة وكنات جاي تخسر أولاعتهم لا والله نحن غد هاي الرمي العشوائي هاي من شجع عليه وأتمنى أنه الفرح متو فتوى من الإمام السستان إنه صح كل إطلاقة عادل دية فتش لك المصيب شمدري كارميت هو نتوقع اي والله يعني ضروري جدا إنه نتقق ونفرح وننطلح للشارع ونحتفل بكل حرية بطريقة حضارية طريقة حضارية وننوحي للعالم إنه إحنا شعب متحضر كابتن عماد بدور قطري كنت تسجل أهداف كثيرة وجميلة لكن كنت كل ما تسجل أهداف تذهب إلى المدرجات أكو شخص تسلم عليه وتبوسه اللي يطش بوقتها إنه أخو ويا أو هيت تحياتنا دكتور خالد أخوي أهى دكتور خالد كان هو مرافق إلي وبنفس الوقت هو مدير أعمالي شون السبب تروح لي هو يقول لك يعني راح تسجل اليوم هاترك يعني هو أكيد هو مو هاترك بس يقول لي راح تسجل اليوم فأنا من أسجل مثلا بالقول الثالث أروح له وأيضا كان أكو فد هو والأخوان القطريين تتفاعل كان لا بيناتهم شوية أكو شد أثناء المباريات مثلا جمهور ريان مثلا مني يقولون علينا يروحون عليها أقدوا مدرشين وهو من أنا أسجل هو هم يفرح يغذهم وواحد يغذ الذاني أثناء المباريات فأنا من أسجل أروح لعلم ودوحينهم أنا متواصل حيلا 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 كابتن دربت فئات عمرية مختلفة أكثر تجربة تعبتك المنتخب الناشئين بسبب صغر العمر أم أنه لا خلنا ما أحكي لك على منتخب الناشئين أنه بسبب ما عندنا قاعدة حقيقية تيجي تعتمد عليها وتسحب منها افتقدنا لدور الناشئين افتقدنا لأعمار الحقيقية وظلت تفترت أفتقدنا فأنا سويت شغل السيارتي وخليت الأخوان الجهاز الفني وياي وافترينا على كل العراق الحمد لله استقطبنا قسم كبير من اللاعبين وهم حاليا أيضا متواجدين ويانا بمنتخل الشباب وليما متواجده أنا هل سيلعب بدور الشباب ولاعب مميز فبنينا قاعدة نقول مميزة جدا أنا ليش أقول دائما أن أقول العمل بالأندية هو أساس كرة القدم فإحنا من نعمل بالأندية بصورة صحيحة راح نحصل منتخب قوي صحيح ذهبتوا إلى السيد مقتدى الصدر نعم أكيد ألف تحية لسيد مقتدى الصدر واخذت الكأس والفريق شون كان ملقى السيد شون قال لكم متابع كان البطولة طبعا بالبداية تحياتنا للسيد القائد المجاهد مقتدى الصدر أكيد هو هذا الرجل الوطني المجاهد أحد رموز العراق أكيد فمن بعد ما حصلنا على الكأس وتوجنا وفرحة الناس هو كان أول المستقبلين لهذا المنتخب وعنده معلومات كاملة عن المنتخب والرياضة تفاجئنا بعد ما قاعد نم بالإضافة لذلك هو كان مشجع لعملية الإصلاح اللي إحنا بدينا بيها من قبل ثلاث سنوات فهو استقباله أنه كان دعم معنوي ونفسي وبنفس الوقت ما قالكم شيء؟ ما قالكم شيء؟ دعم مادي لا هو تكلم معنا كلام جدا مؤثر وبحيث يعني حتى أذكر من قسم من كلامه قال إحنا ناخذ العزم والقوة بالإصلاح من عدكم فهذه الكلمات أثرت بنا كجهاز فني ولاعبين ونتمنى أنه نكون إحنا على قد المسؤولية ونقدم لهذا البلد فالشيء يرضي الشعب العراقي طموحنا والله ونؤمن بك خيرا خصوصا لاعبين اللي وياك يعني نشوفهم لاعبين بيهم لزمة مثل ما يقولون لاعبين بيهم لزمة إن شاء الله يقدمون خصوصا بعيد عن التزوير وغيرها إن شاء الله هو هذا أحد الأمور اللي إحنا عملنا عليها مثل ما يقولون زماط قلت يعني أتحدى هو هذا زماط يسمونه أتحدى إذا يجيبوا ليه هم مرات يهوسون يجيبونها مننا يردونها مننا يقولون واحد يقولون ما شنو ما يقدرون يقولون غير واحد بس شنو أنا بالنسبة لي أقلهم أتحداكم إلا أنتم جيبوا العسم أو جيبوا اللاعبين اللي تقولون عليهم وأني هذا قابل التحدي وأنتم إحنا واحد بهذا البلد من تقلوا اللي فلان مزور أنا راح أبعده ما راح أبقي لكن بالأدلة حلو هذا الشي حلو إزماط هذا حلو من فضل الله أنت سباق بإحياء الشعائر الحسينية وهذا فضل من الله هم أكيد على قولة الشاعر رفعت الصافة ووجه له تحية تحياتنا قال سيد إحنا المفروض قال إحنا هل سجاء نروح بالأربعينية وبالهاي نوقفونا يوم يومين أو خمسة يام ويضل أكثر يقول إحنا المفروض معازيب إحنا السادة نوقف معازيب لأن هذه يعتبر مصابنا إحنا السادة فأنت أكيد هذا يعتبر مصابك سيد شا تحب من هذه الشعائر؟ والله هي هاي انخلقة ويانة يعني شون مثل الحليب اللي رضعناه صح اللي من أنت طفل ما تقدر تستغني عنا صح نحن حب محمد وآلي محمد نعم نعم هذه المسجد بدمنا حب أهل البيت سلام الله يا حسنا لأننا من يعني عوائننا وأهلنا وأجدادنا ربونا على خدمة زوار أبا عبد الله الحسين خاصة إحنا هالي كربلاء يعني والدي أخذناها من والدي ومن جدي ومن عمي ومن أخوي الأكبر من عندي تحتك علق ذكرتك بالدور القطر والدور القطر الحمد لله عندنا أحد المواكب نقوم بشغلات بسيطة يعني خلال زيارة الأربعينية ونخدم زوار الحسين شرف عظيم ما بعده شرف شرف وفخر وهذا وسام يمكن أعلى وسام بحياتنا يتعلق على ضدورنا فندق العمدة أزمة كورونا فتحتها للناس بالزيارة مثلاً ما يكون أسعار حالة حالة اللي سمعتها أنا هذا طبعاً وجه التحية كابتن فريد مجيد قال لي مغشي شيك هواي لا مو اليوم لا والله مزمان يعني دام نسول فيك وكل حب يسول فيك كابتن فريد طيب نوجه له تحية ومحمد ناصر وكل الأخوة أخوانا عزادة في دول عمرك فمن صار ما الكورونا فتحتها حولت إلى مشفى للمصابين والعزل فقال ترى الكابتن حتى منصير زيارة وهي الفنادق الأخرى البعض منهم يصعد الأسعار قال كابتن عماد ما يصعد يعني لأنه يقول ذو الزوار يعني شون طبعاً الحمد لله وشكر بفضل الله لا نصعد الأسعار أنا نبلغ المدير والإدارة لا نصعد الأسعار لا بمناسبة ولا بفرح ولا بحزن وبنفس الوقت ما وصل بغير الحساب يعني السعر اللي أنطيك إياه بالغرفة أنطيك إياه بالوصل ما أنطي وصل يعني أكتب لي مثلاً مية أكتب لي خمسين أكتب لي خمسين للوصل نعم ما نسويها وبنفس الوقت فترة كورونا تعرف بعد البلد حتاجنا صح حتاج كل إنسان عندنا المستشفيات والمشافل عندنا ما تتحمل هذا الكم الهائل من الناس فإحنا من طينا للوزارة الصحة ستلمو أصبح تعرف عندنا أطباء كثير جاءوا من المحافظات وممرضين وهاي بعد ما يقدرون يلتحقون بأهاليهم يوميا صح فصار الفندق مقر إلهم أنه يروح إلى المستشفي داوم ويرجع ينام بالفندق كل هذا ثواب فبقى تقريباً أعتقد يعني سنة يمكن بقاعدهم وبعد ما استلمت استلمت بكتاب شكر من وزارة الصحة أنا يعني هذا كتاب شكر أعتز بي لكن كتاب الشكر الأكبر هو من شعبنا أهلنا ورب العالمين أيضاً أكيد رب العالمين كابتن عماد فقر ما رأيك نعرض لك صور وتنطينا رأيك بيه كابتن عماد فقر ما رأيك نعرض لك صور يعني أتوقع الصور هذا هذا صعب جداً لا أبداً ما أمخل الأشياء مخرجة وهاي لأنك حبيبنا وأخونا وكل الضيوف أول صورة العلم العراقي العلم العراقي يا مان رفع بجالكم بأهدافكم يعني أنا هذا العلم والسلام الجمهوري يعني بحياتي يمكن أن ندق لي 200 مرة الله من منتخب الناشئين للمنتخب بس بالمنتخب الوطني 103 مورا دولية تحسب منتخب الناشئ ومنتخب الشراب تحسب منتخب الناشئ ومنتخب الشراب يعني أكثر من مثل منتخب هذا الرمز اللي اللي أنا أمشي عليه يعني وأمشي عليه أبنائي وعائلتي إنه هذا حب هذا العلم وحب هذا الوطن في مقدمة حياتنا يعني ما كو علي أي مزاودة فعلا الملعب النخلة أي ملعب النخلة ملعب النخلة من أجمل ملاعب العراق إنه بي ذكريات ممتازة جدا أنا كمدرب لعبت أيضا مباراة الأساطير بي لعبنا مباراة الأساطير بس الشيء الجميل بي حضور هذا الكم الهائل من الجماهير في بطولة غرب آسيا للشباب حسسنا وانطعنا دافع جدا قوي على إنه إحنا جاينا نلعب بدولة متقدمة جدا بالرياضة مو بالعراق بسبب جمالية الملعب بون التحكيرون أيضا بسبب الحضور الجماهيري والتشجيع المثالي نكهة كرة القدم هي الجمهور وإحنا جمهور العراقي ما شاء الله حبكرة القدم شيء مميز جدا الإمام السستاني يعني أم محمد رضي فخر ورمز وهيبة وصمام أمان للعراق ولأنا أعتبره للوطن العربي وللعالم يوم أوقف الكثير من المشاكل في الأمة الإسلامية وفي العالم طبعا رئيس سابق للعراق صفحة وانطوات مو؟ أكيد هو طبعا صفحة وانطوات العراق عاش بمأساة كبيرة فترة حكمة كان من الممكن أنه نعيش حياة سعيدة وجميلة ولحد الآن إحنا بعد سقوط العراق أو بعد احتلال العراق أو بعد شنسميه نسميه لحد الآن العراق ما شاف راحة صح فأتمنى أنه هو قال سلم العراق إطراب وفعلا سلم أتمنى أنه نمحي الأيام القديمة ونفكر أنه شون نعيش بسلام ونبتعد على رهاصات ونبتعد عن الرهاصات ونبتعد عن المشاكل وشلون نكون شعب واحد من زاخو للفاو إذا عفنا مشاكلنا القديمة أنا أعتقد ممكن أنه نقدر نبني هذا البلد ونعيش بأمان طموح كل عراق شريش منتخب الشباب جيل العراق القادم إن شاء الله من من بيهم تشوف هذه الساعة ما دم خمد تحس أنا ما أريد دائما ما أريد أنطب بلاعب بالإعلام أنه أقول هذا اللاعب راح يكون مميز أو يكون عماد محمد أو يكون يونس أو يكون نشأة أو يكون أي لاعب لكن للأمانة خلال الخمس سنوات القادمة راح تشوفون جيل مميز جداً للكرة العراقية بالجانب الفني والجانب الأخلاقي كابت أنت الصحم خارج الملعب أنه تعد على موقع التواصل أنا جاي أعدد لك الجانب الفني والجانب الأخلاقي أحسن لأن جانبي المهمات بحياة الإنسان مو بس نعلم كرة القدم لا الربي إنه شون يتعامل مع الإعلام مع الجمهور مع التواصل الاجتماعي أن يعني تبعدوا على الغرور ننطي الغرور هذا يعني خط أحمر خط أحمر لأن هذا قتل بطيء لللاعب صح الاحتلال الأمريكي العراق كلمة الاحتلال يعني شنو اللي تريد تقول عن أنه ناس احتلوا العراق وعملوا ما عملوا من خلال فترة الاحتلال وإحنا كنا شعب مقاوم لهذا الشي وهم دائما الناس أو البلدان المتحضرة والمتطورة تحب الشعوب اللي تحب بلدها واللي تقاوم دائما المحتل فنقولهم ما راضين بكم إذا أنتم تكونون محتلين لكن أهلا وسهلا بكم في بناء بلدنا إذا أنتم تريدون تتواجدون عن طريق شركاتكم وعن طريق الاستثمار إحنا نرحب الجميع حلو هذا الفكر لكن لا نرحب أي محتلل بلدنا أحسنت كابتن خصت فقرة الشي تحب هسا عدنا فقرة إنجح وربح اللي هي البارت الأخير من برنامج لكن بعد الفاصل أكيد رجعنا لكم بعد الفاصل كابتن عمانتها فقرة إنجح وربح أسئل لك سؤال أسئلة يعني كل سؤال يتجاوب عليها ينطيك حرف بآخر سؤال أتطيك الحرف الأخير إذا جاوبت على سؤال كلها وتجمع يطلع عندك شخصية عراقية ورمز عراقي حدل يعني كل ما تجاوب على سؤال أطيك حرف من اسم هاي الشخصية السؤال الأول من أول من ألقي تحية الإسلام على سيدنا محمد من الصحابة يعني من خلال كتبنا واللي إحنا متداول ونعرفه يعني اسمه أبو أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري أحسنت كابتن أحسنت داب أول حرف عين هذا حرف العين حرفك الشخصية الرمزي جوز عماد بحمد من أخير جوز السؤال الثاني كم عدة شهور حمل أنثى الفيل طبعاً أنا جداً متابع للعالم الحيواني يعني خاصة ترحوم خيكسلة بسيط يعني عندي واهس بركوب الخيل طبعاً من رسول الله مصبي الخيل والسباحة والرماية فريد مجيد هم يعرف من نجال تونس أسبوع بسرك هو خيل حمل الفيل يعني على ما أعتقد أعتقد 22 و 23 شهر يمكن 22 شهر صح 22 شهر صح عاش سيدا كافتن حرف الميم ها شنخ مو قلت لك عماد محمد السؤال الثالث السؤال الثالث ها سأعندك بس حرف واحد يعني ما رح يكون عندك بالأحرف يعني رح يلغى هذا حرف إي رح يلغى ها سألحد لان انت ماخد ثلاثين زيان بل كنجح لا إن شاء الله تنجح إن شاء الله هل تعرف كم لتر دم موجود فيه الإنسان الستة حلو صح يعني هاي معلوماتنا أخذها بالرياضة من خلال دورات تدريبية صح يعني عضلات الإنسان والنسبة الدم و خليه كسلة زيانة ها منها جاوبهم تقول زيانة ما هي الحشر التي تسببت في مرض الملارية بعوضة اي شنو قبلها أنت لو أذكر أنت أنت صح صح كابتش شنو اليوم غارزين لا هاي معلومات عامة يعني موجودة عندنا بحياتنا العادية يعني مو لمن البيت الشعري لعمري لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأمياتي ولكنني أصبحت في دار غربة متى يعد الذئب فيها على شاتي وصلت لي وصلت لك من ناو بس ناس خبيمة او خبيمة انا عزبالي بشبش يعني زين اجابة صحيحة تعتبر اجابة صحيحة تعتبر اجابة صحيحة تعتبر اجابة صحيحة لذلك حينما أجه شامنا عبد الملك الحاكم الأموي و اجه الإمام زين العابدين سلام الله عليه السلام ابن الحسين فالفرزق عنده أبيات مشهورة اذا تقدر تنطيني بس الدخول مالتها هذا الذي تعرفه تعرفه البطحاء هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والفلي والحرم ايه صحيحة هسه جابتك هذا المدخل هذا جابتك صحيحة ايه هسه اخذت كابتن تسعين ما شاء الله تسعين من مئة ما شاء الله ساعدوك بعشرة سانطيثة كمعا يعني سبعين ثانين هسه اهم شيء النجاح في رمضان النجاح الشخصية منه لديك حرف ناقص زين بالتساوي اول حرفتك منه عين ميم بعدين با با بعدين أليف بس حرف واحد ها حرف نقص واحد يعني انا اعتقد مدر لا لا هساني اعتقد هنا بابا ايه هنا بابا صارت الاسم الثاني او الورقة هنا صارت بابا هنا عين ميم ايه بس حرف يعني اعتقد عمو بابا هو عمو بابا احد رموز العراق اكيد ارحمه الخلود لشيخ المدربين عمو بابا عمو بابا اه ما تقولك سكان عمو بابا من يشوف لعبك فشي ما تنسى يعني عمو بابا الله يرحمه لي مباراة الشرطة والزوراء كان يدرب الشرطة يدرب الشرطة ممكن احمد راضي كان يدرب له عدنان حمد عدنان حمد كان يدرب الزوراء عدنان حمد اذكر حالي على الخط ولحدنا هو واقف على الخط جيت بكرة سريع من يمه نزلتها بصدري وانطلقت فيها سريع فهو لحد اللي انذكر قال خرب عرزق غير لاو لحد اللي انذكر هذا الكلام مالته وبنفس المباراة صاحني اثناء المباراة انا ما مصدق اللعبة وما يشوف عمو بابا قال لي تعال وانا رحت له واللعبة جاي تلعب باللاوع رحت له باللاوعي وقفت يمه قلت لها نعم كافتن قل لي بابا انت احسن لاعب تصير اوه الى نظرة وانا بعدني صغير كنت بداياتي معا فرجعت للملعب قلت تشوف يعني هسه من الكبرت قلت هو مدرب وفريق منافس منافس ميطي كيش ادافة بس شوف انه لان انسان يحب اللاعب الجيد يحب كرة القدر ويفكر بالمنتخب هما يفكر بالعراق يفكر بالبلد لان هو هسه لاعب الجوية ولاعب الزارة ولاعب الطالبة والشرطة ونفط الجنوب او غيرها هم كلهم بالاخير ممثلين عن البلد وين نصب هذا المجرى للمنتخب انا ليه نقول ان نسوي دوري قوي على ما نطلع عندنا منتخب قوي وانا هدفنا المنتخب هدفنا المنتخب كابتن عماد كنا الضيف رائع واستمتعنا بالحديث وياك والحوار واخذت تسعين من بالمئة زين تسعين انت الأرواع وشكرا للأخوان كلهم اللي حاضرين اللي خلف الكواليس ما دخلنا بأمور شخصية فقط الحمد الله وشكرا لكل متابعيننا اللي راح يشاهدون الحلقة ونتمنى يا ربي سنة خير ورمضان كريم على العراق على العراقيين وعلى كل أبناء الأمة العربية يا رب فرحنا بشوفتك كابتن أنا سعيد جدا سيدنا الحبيب تحبيبك سيدنا لو كابتن والله الاثنين آثن حلوات بس سيدنا أحلى سيدنا العجيز يعني هاي يمكن تبقى وياك صح صح وأنا دائما أذكرها قبل ما أختم الشاعر عباة سيشان يقول تقدر بالتجارة تصير تاجر تملك البصرة وتقدر بالدراسة تصير عالم تملك الذرة بس سيدة شلون الصير ومك فاطمة الزهرة فهي صعب وتقدر تصير عالم ذرة هذا تنزيل إلهي فكون واحد يكون قدوة للناس من خلال أعماله وأنت أعمالك الخيرية سابقة لا تكون الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كونوا زينا علينا ولا تكونوا شينا علينا فنتمنى نكون زينا عليهم إن شاء الله نتمنى أنه دائما نكون زينا وكل أبناء الأمة العربية والإسلامية نتمنى أنه نقتدي بنبينا وأهل البيت أحسن وهذا أنا أعتقد أن كلها قتدت بأخلاقهم ومواصفاتهم ما راح تشوفك عندنا أي مشكلة صحيح صحيح شكرا لك كابتن شكرا لكم وشكر موصول لكم وحبة المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى حتى ذلك الحين في أمان الله بخатель PB بخاررا موسيقى 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 شكرا